السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أفضل دعاء للسعادة نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها السعادة اللي كان بيصدر السعادة من أبسط وأجمل بيت وجد على وجه الأرض بيت بسيط جدا بيت سبحان الله كان النبي ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه ابن مسعود كما عند الترمذي بسند صحيح ويقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا لا بيقول له هنجيب لك أنطرية ولا بيقول له هنجيب لك غرفة نوم ولا بيقول له بس فراش وطيء فراش لين فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها البيت اللي صدر السعادة للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم بيت النبي الذي كان إذا أراد أن يصلي قيام الليل في غرفة أمنا عائشة كان المكان لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغمز أطراف أمنا عائشة حتى تضم قضميها حينما يريد أن يسجد فإذا سجد وأراد أن يقوم للركعة التي تليها كان يغمزها لتفرد رجليها رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله على النبي محمد أسعد بيت في الدنيا بيصدر السعادة للكند كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم لو بحثت ولو بحثنا جميعا في سنة النبي كلها لن نجد حديثا يجلب فيه دعاء يجلب السعادة مثل هذا الدعاء العظيم الذي ورد في هذا الحديث نقوله بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل الكرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا هيقول كده اللي يحصل له يوم النبي يقول لك إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا فقال الصحابة يا رسول الله أفلا نتعلمهن يعني نتعلم الكلمات دي ونحفظها فقال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن الله أكبر شوفوا دعاء بسيط وجميل إزاي في غاية الروع والجمال أرجو من حضراتكم أن أنتوا تكتبوا الدعاء ده وتحفظوا كويس وخلوه معاكم في جبكم علقوه على الحيطة في غرفة نومكم في أي مكان وكل يوم أقولوه ولو مرة إن شاء الله يكون سبب لذهاب الهم والحزن وإلى جلب الفرح والسعادة والغبطة والسرور في قلوبكم لكن شوفوا بقى الدعاء بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن عبدك وبعدين عبدك ده ابن عبدك وتمتد العبودية لحد أبان آدم عليه السلام يعني أون آدم كان عبدا من عبادك وأولاده عبيد من عبادك وكل نسله عبيد من عبادك حتى أبي عبده من عبادك وأنا عبده من عبادك وأمي أمة من إمائك يا رب العالمين اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك يا رب كل شيء لا يمضي إلا بقدرك أنت يا رب اللي بتقدر لي الأمور وتقدر علي الأمور وأنا لا أمشي إلا بمشيئتك وتقديرك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك اللي هتعوزه هو الذي تريده سيمضي ما تريد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانه وتعالى وجل جلاله ماض في حكمك عدل في قضاءك مهما كان قضاءك لو كان يسؤني لو كان يسعدني هو عدل في فأنت يا رب لا تظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويوم الإيامة الله عز وجل يقول لا ظلم اليوم ما فيش ظلم سبحان الله فشوف عدل في قضاءه ثم قال أسألك بكل اسم هو لك لأن في ناس فكرة إن أسماء الله الحسنة هي 99 اسم فقط الكلام دا مش صحيح الكلام دا غير صحيح بالمرة أسماء الله الحسنة لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا الله ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك قبالك أو أنزلته في كتابك اللي هو الكرآن أو علمته أحدا من خلقك وبعدين بقى أختم به قال أو استأثرت به في علم الغيبة عندك يعني في أسماء استأثر الله بها في علم الغيبة عنده سبحانه وتعالى يبقى إذن أسماء الله الحسنة لا نعرفها كلها نعرف بعضها وهناك أسماء هذه الأسماء لا نعرفها نحن إنما هي في الغيبة عند الله سبحانه وتعالى أو استأثرت به في علم الغيبة عندك ماذا نريد من وراء هذا الدعاء العظيم حاجة واحدة بس يا رب أن تجعل الكرآن العظيم ربيع قلبي يبقى إذن ما الذي يجعل السعادة تأتي إلى قلبك كتاب الله قدر الله أولا ثم كتاب الله عز وجل وكتاب الله هو كتاب معجز منهك حياة يضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة النبع عليه الصلاة والسلام يقول أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا يعني لن تهلكوا بعده أبدا الله أكبر يبقى إذن هذا الكتاب المعجز هو سبب عظيم من أسباب السعادة بفضل الكرآن شافع مشفع وماحل يعني محامي ومصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة وفيه سعادة أكتر من كده ومن جعله خلفه ساقه إلى النار عيازا بله ربنا عافينا عافيكم يبقى إذن الكرآن يشفع لك الكرآن هو أسانسيرك في الجنة يقال لقارئ الكرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورطل كما كنت ترطل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يبقى أن تجعل الكرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللي يعمل كده وقولي الكلام ده إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا الصحابة يقوله يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن اكتبوا الدعاء يحفظوه حفظوه الأولادكم لحبيبكم إن شاء الله تذهب كل الأحزان وتأتي السعادة والأفراح أسأل الله عز وجل أن يسعدكم في الدنيا والآخرة وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة